وخروج دم الحيض والنفاس قوله رحمه الله وخروج دم الحيض والنفاس هذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي خروج دم الحيض والنفاس وهذا محل اتفاق لا خلافة فيه بين العلماء أن المرأة إذا جرى معها دم الحيض أو دم النفاس فإنه يجب عليها إذا انقطع الغسل لقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فقولوا فإذا تطهرن أي اغتسلن كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله